سأقرأ عليكم رواية من علل الشرائع لشيخنا الصدوق من الجزء الأول باب 162 صفحة 177 الحديث الأول الباب هذا عنوانه العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة الحديث الأول بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله واليوم الذي ماتت فيه فاطمة واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين واليوم الذي قتل فيه الحسن بالسم لماذا هذه الخصوصية ليوم عاشوراء فقال إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام وذلك أن أصحاب الكساء أعادنا إلى الكساء اليماني هذا برنامج برنامج متكامل لكنني لا أستطيع أن أغطي جميع جهاته لقطات أخذتها لكم من هنا ومن هناك من تفاصيل سيرتهم الذهبية ماذا أقول الماسية ماذا أقول من وصف لسيرتهم الطاهرة النقية المعطرة وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة فلما مضى عنهم النبي بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين فكان فيهم للناس عزاء وسلوة فلما مضت فاطمة كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوة نذهب إلى فاصل فلما قتل الحسين إمامنا الصادق لازال مستمرا في حديثه فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم وهذا هو الذي اشتغل عليه أصحاب الكساء من هنا قلت لكم إن الحسين كان الزهرة المقدسة فيما بينهم تحت الكساء اليماني الفاطمي جميعهم اشتغلوا على هذه الجهة في التمهيد للبرنامج العاشرائي الحسيني وحتى حديث التجلي في بيت فاطمة حين تجل الله لمحمد في أحسن صورة وأهيئ هيئة ووضع يده على رأس الحسين مر الحديث علينا كل ذلك جعل للحسين خصوصية هذه الخصوصية تتناغم مع تلك الحرارة في قلوب المؤمنين التي لا تنطفئ أبدا أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي أوجد جذوتها وإن كانت الحكاية تعود بنا إلى طينة أيضا لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة وفي هذا الوقت الضيق في هذه الحلقات المحدودة من هذا البرنامج التلفزيوني فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم مصيبة فلذلك صار يومه أعظم مصيبة مثلما جيش الحسين العواطف العواطف جيش جيش العواطف إمامنا الحسن كأنه كأنه ليس موجودا في الصورة هو الذي أخفى صورته جيش كل شيء باتجاه الحسين جيش العواطف جيش القلوب كلهم فعلوا ذلك برنامج واحد وهدف واحد كل ذلك باتجاه المشروع المهدوي الأعظم وهو باتجاه الرجعة العظيمة التي نحر الحسين ثمن الله هي خيبة عند الشيعة وهم لا يعرفون عظمة هذه العقيدة بسبب مراجعهم الضالين بسبب خيبة حوزة الطوسي ألا لعنة على منهجها الضال ألا لعنة على ضلال منهجها منذ أن أسسها الطوسي وإلى هذه اللحظة أي تخيبة وقع فيها أجدادنا وآباؤنا أي تخيبة وقعت فيها أجيال الشيعة الماضية ولا زالت الشيعة واقعة فيها أي تخيبة وقع فيها هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين أي تخيبة وأي ضلال هذا الذي وقع فيه الخطباء والشعراء والرواديد وأصحاب الهيئة والمواكب عودوا إلى حسينكم وفقا لهذه الموازين ووفقا لهذه القراءة بحسب منهج محمد وآل محمد تبرأوا من منهج عجولكم من آيات الشيطان العظمى تبرأوا من تلك المناهج الضال وعودوا إلى قرآن أئمتكم المفسر بتفسيرهم وإلى أحاديثهم المفسرة بأحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم سيد الأوصياء حين رفض اشتراط القوم عليه أن يبايعوه خليفة بعد عمر بشرط أن يلتزم بسيرة أبي بكر وعمار رفض الخلافة كان بإمكانه أن يسايسهم حتى يستتب له الأمر وبعد ذلك يفعل ما يريد أن يفعل لكنه أراد أن يضع النقاط على الحروف للبرنامج الحسيني ولذا فإن البيان الأول لحسين هو خارج لأي شيء لطلب الإصلاح وكيف ذلك يا حسين هو يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وماذا بعد يا أبا السجاد وأسيرة بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب لا بسيرة أبي بكر وعمار علي رسم هذا البرنامج علينا أن ندرس سيرتهم بهذا الوعي وبهذا العمق لا بهذا الهراء الذي يصدره السيستاني في بياناته لا بمنهج أنهم أن أعداء محمد وآل محمد أنفسنا لا بحسب منهج محمد باقر الصدر وحزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي الشيرازية وسائر الأحزاب والمنظمات القطبية الشيعية الضالة الأخرى علينا أن نعي الحقيقة منهم وبحسب منهجهم رفض الأمير للعمل بسيرة أبي بكر وعمر تمهيد للحسين كي يطلق شعاره صريحا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لو أن علي سايسهم وما ذلك بأمر قبيح في السياسة وفي تدبير الأمور وإدارتها لم استطاع الحسين أن يعلن شعاره بهذا الوضوح وبهذه الصراحة أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فخلافة الأول والثاني والثالث منكر يريد أن ينهى عنها إنه يعلن العمل بسيرة جده وأبيه فقط وقد شخص شخص اسم أبيه وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فهذا الاسم هذا الاسم إذا ما أطلق فقد أطلق عنوان الحق حين نقول علي بن أبي طالب إننا نقول الحق بن أبي طالب بل الحق يطوف حوله يدور حوله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه الحق يدور مع علي يدور معه حيث ما دار فرفض الأمير للعمل بسيرة أبي بكر وعمر تمهيد واضح لمشروع عاشوراء وحتى حربه في الجمل في صفين في النهروان كل الذي جرى في أيام الأمير في العراق وفي الكوفة كله كان علاجا لما يجري في زمانه لكنه ضمن مخطط يرمي إلى قادم الأيام إلى أيام حسين صلوات الله وسلامه عليه إلى زبدة برنامج القربان إنه البرنامج البديل عن برنامج الغدير بعد أن غدرت هذه الأمة المشؤومة ببرنامج الغدير ألا لعنة عليها ولعنة على غدرها بالغدير نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر